السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة اليوم لفريكاسي تونسي وصفة مشهورة ومعروفة غنية عن التعريف هذا الوصفة جبنينة اقتصادية تونم بسا في الأيام الصيف ندعو في الأول بالعجين لأننا نحضر العجين ونجدوه نجدو الخبز لفريكاسي البقية كل شي سهل نبدأ لكم هكذا بالمقادر لأن الأغلبية يقلوا لي حطنا المقادر في الأول اللي فيها ملعقة صغيرة من الملح ملعقة كبيرة من السكر ملعقة خميرة فورية كأس كبير من الحالبة نعمة 250 مليلتر وحبا بيت وملعقتين من الزيت والفارنة حوالي 400 قرام على حساب اللي تلتم العجينة نعمل الحليب مع الخاميرة يتفعلوا عجينة عجنوها بيديكم عادي عادي عجنوها لأن الفارنة متحتاج بزاف دليك نخلي الخاميرة هيدا تفاعل مع السكر والحليب يكون دافي شوية بعد ما تفعلت نزيد حبات البيض وملعقتين كبار من الزيت أنا متعيني هي ميزاني اللي يحب يعمل بالملعقة يعمل بالملعقة نخفقهم غير شوية غير باش نحل حبات البيض ونبدأ نزيد في الفارنة تخلينا 400 قرام من الفارنة ثم نزيدو تدريجيا لأن كين الفارنة اللي تشرب كيني ما تشربش وعلى حساب كذلك حبات البيض كين اللي صغيرة وكين اللي كبيرة مع الفارنة زيت ملعقة صغيرة من الملح وبديت هيدا نعجن فيها حتى اللي تمت خليوها تتسن عجن شوية ولعجنتو بيديكم تدلكوها شوية لازم تدلكوها لحوالي خمس دقائق لعجينة لازم تكون طرية ما تلتصقش بزاف في اليد كمواتع البريوش لكن تكون طرية ما تنشفوها شبزاف ما يجيكمش البنية ما يجيكمش عفوان الفريكاسي ملح بعد خليتها خمرت حتى الضعف الحجم التحى حوالي 35 دقيقة ويجينا عملتهم شوية كبار لكن ممكن تعملوا بموه ليكون صغير ونجبدهم هيدا لأن الفريكاسي يجي شكل تاوي بيضوي ونحطهم يخمروا نجبدهم هيدا ملح باش ما يعودوش يدورو والعجينة اللي تبقات لي نخليها تريح نعود نفتحها ونعملها حبات اخرين عملتهم على وارق الطهي يخمروا هيدا باش ما يلسخوليش اذا خفتو يسخولكم حتى فورقة طايم يكون ماشي منوعية ملحة للشوب الفرينا واغطيهم يختمروا حوالي 50 دقيقة في نفس الوقت عملت بطاطا الطيب اللي قطعتها قطع صغيرة مع ورقة الرند وملعقة صغيرة من الملح كمية قليلة من البطاطا حبتين من البطاطا تكفي لها الكمية من الخبز وطيبتها مع فلفل اسود وخليتها الطيب وتبرد الآن واللي بعد ما اختامر نقليها ممكن تقصوا قطعها بها بالبابي كويسون بالمقص قطعها كما اللي وردت لكم وترفضوها بها ببابي كويسون وتقليوهم في الزيت تكون سخونة وغازيرة او ترفضوهم كما اللي يرفضتنا لموالف يرفض الخبز عادي لكن لي ماشي موالف عملوا رفضوهم بهم بالورقة الطهي هيدا باش يساعدكم بعد تعود نحيوه بكل سهولة لما تحطوا ورقة الطهي في الزيت نحيوه بكل سهولة وقلبوهم من كل الجهات بلا ما ترشوهم بالزيت غير هيدك دكين تفخوا بالنسبة للفاص عملت ملعقة كبيرة من الهريسة اللي خلطتها مع زيت الزيتون واللي ما يحبش زيت الزيتون يخلطها مع الماء يغلي ويخففها بالماء أنا خففتها بزيت الزيتون عملوا الكمية اللي تحبوها هي الفريكاسي لابننا تعوف الحر يجيو حرين زيت معهم البطاطا وزيت البيض مغلي كذلك هادي هي الوصفة ممكن تخلطوا كل شي مع بعض الفئيناء جيبوه تحطوا الهريسة البطاطا والحر والطهي أنا ما خلطت على خطر كينا ما يكلش الحر في الدار لذا خليتوا كل حاجة بوحدة ونزيدوا الطهي لازم كما يقول توانسات تخجخوه بالطهي هو يحب الطهي يكون بزيادة رشها من المعدنوس والزيتون ممكن زيدوا المايوناز أنا عملت الجبن دهنت الجهة الأخرى بالجبن هذي هي كانت وصفة اليوم تجيروا وهو جبنينا لأيام الصيف جي خفيفة لعشاء أو غداء أو النوزهات جربوها وخلي بلي أرأكم لي تهمني بزاف دغطوا على زر إعجاب واشتراك ليصلكم كل جديد فعلوا الجرس إلى فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظة السلام عليكم اشتركوا في القناة